صباح الخير ازايكم الافكار كتيرة خالص النهاردة وبحاول ان انا يعني اركز الافكار دي بحيث ان انا الكلام ما يعودش يتشعب كده يمين وشمال وما يبقاش فيه خط ربطه فقسمتو ثلاث حاجات الحاجة الاولانية عايز اقول لكم ان انا كنت بتدرب مبارح على البيانو طبعا بعد فترة طويلة قوي من ان انا ملعبتش وما عملتش فكان فيه صعوبة في قرية النوتة كان فيه صعوبة خصوصا ان هم نوتين متزامنتين لان فيه في اليمين وفيه في الشمال ودي مشكلة مش فكرة اماكن النوت على الزراير ايه تاني اه السرعة اللي بتحرك بيها يعني انا اخترت حاجة حاجة صعبة قوي وثقيلة يعني فيه غيليس اللي هي ايه تا 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 تن هي اساسا تقيلة فربنا يساحل يمكن اواليكم النهارده اللخبطة اللي انا ابدأت عاملها بس داس خلاني افكر فيه الكلام اللي أنا دا اقوله لكم على المهارة استخدمها او افقدها كل ما هنعمل حاجة كتير ونستثمر وقتين كتير كل ما مهارتنا هتزيد في هذا الأمر وده بقى يعني يغطي أي حاجة وكل حاجة وقانون العشر تلاف ساعة إن أي شخص مننا محتاج يستثمر من وقته عشر تلاف ساعة في شيء ما في مجال ما عشان يوصل لمرحلة الاحتراف ومرحلة المهارة العالية جدا جدا ده كان أول حاجة تاني حاجة بقى إنتوا عارفين أنا دايما أتكلم على الحاجات الغلط اللي إحنا بنعملها وبنقع فيها ومن ضمن الحاجات دي فيه إنسانة عزيزة علي كلمتني إن هي دلوقتي بتندم على إنها فتحت بيتها لجارة معينة وهذه الجارة كانت بتلوق في سيرة الأشخاص وكان فيه جارة قريبة منهم جدا جدا توفى زوجها وبعد ما توفى زوجها اتجاوزت تاني فكانت بتتكلم على إن زي إن الستة التانية دي ما أقمتش ذكرى زوجها اللي عاشت معاها عشرين سنة والكلام ده كله نيجي بقى للجارة الأساسية اللي هي صاحبتي أنا وإن هي نادمة أشد الندم إن هي فتحت بيتها لهذه السيدة لأن زي ما هذه السيدة اتكلمت على ستات تانيين وعلى ناس تانيين اتكلمت عنها دلوقتي وحولت الأمور اللي هي تعتبر عادية ومش حرام ومش غلط لجرم فادح وبقت بتتنقل من بيت لبيت وعلى التليفون طبعا بتنشر هذه الأمور اللي هي مش غلط ومش عيب ومش حرام ولكن بتنشرها بطريقة مش حلوة خالص خالص ويعني عشان كده النميمة والغيبة وكلام ده على فكرة للرجالة والستات احنا دايما بنركز على الستات دايما بنركز على الستات على أساس انها بتتكلم على صحبتها دي وعلى صحبتها دي في أعداد الرجالة في أكتر وأكتر وبيتكلموا برضو على الرجالة التانيين وعلى صحابهم التانيين بتكلموا على أسرار بيوت وبيتكلموا زي ما الستات بيتكلموا بالضبط الرجالة ليه بقى؟ انا مؤمنة تماما ان فيه اختلافات ما بين الستات والرجالة الاختلافات دي نتجة في الأساس من الاختلافات البيولوجية بيننا وبينهم ولكن كإنسان إنسان وإنسان الحاجات الغلط ده عرضة إنه يسرق ودي عرضة إنها تسرع ده عرضة إنه يغلط ودي عرضة إنها تغلط ده عرضة إنه يجذب ودي عرضة إنها تجذب ده عرضة إنه يغتاب ودي عرضة إنها تغتاب عشان كده مبدأي في تربية الولاد والبنات ان انا مسمحش بالغلط لولد ونفس الغلط ده لو جات بنت اقطع رقبتها طبعا كلامي ده ما بيعجبش ناس كتير منهم ناس قريبية وناس معارفية وناس على صلة وسيقة بي انت هتجيب الولد زي البنت الغلط غلط الوزر هو الوزر الاسم هو الاسم هنا وهنا ما ينفعش نحمل الغلط والاسم لنوع معين اللي هو الذكور وما نحمله للاناف او نحمله للاناف وما نحمله للذكور فلما نيجي نربي ولادنا ما نعملش التفرقة دي نفرق في الحاجات اللي هي تستحق التفرقة لكن الامور اللي فيها حلال وحرام دي سريع على الكل نيجي بقى للنقطة التالتة طبعا السوشيال ميديا مليانة مليانة وكل الناس بتكتب وأنا واحدة من الناس بكتب بكتب عشان أنشر الصح بكتب عشان أنتقد الغلط فمن ضمن الحاجات اللي قارتها أن بقى الصين هتنجح في اللي ما نجحش فيه أمريكا ويبقى عدد الإصابات فيها أقل وأنها سيطرت على الفيروس وانتشار العدوى وأمريكا مش عارفة تعمل دوة لا ده أكيد أكيد الصين يا إما عامل عمل للدابلي اوش أقول يا منظمة الصحة العمل العالمية يا إما رشياها يا إما مش عربها شيء بالياسمين وده خلاني أفكر هو فعلا الصين نجحت في الأوروبا ما نجحتش فيه عشان كده إيطاليا بتشد في شعرها دلوقتي إنجلترا ورئيس وزراء إنجلترا نفسه أصيب بالعدوى واللي طلع للناس يقول لهم وادعوا أحبابكم وادعوا أصحابكم وإحنا مش هنفرض أي حاجة والحياة هتستمر زي ما هي وحيحصل ارتفاع في المناعة الجماعية والبقاء للأصلح والكلام ده كله فلاقيت إن في ست حاجات خلت الصين قادرة على إنها تحتوي تفشي العدوى أكتر من دول تانية الحاجة الأولانية هي مركزية القرارات في الدول الغربية سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في كندا عشان الحكومة تاخد قرار لازم يتعرض على مجلس السنة وهو زي مجلس الشعب والشورى عندنا ولازم ينقشوه ويفندوه والمعارضة تقول كلمتين والمؤيدين يقولوا كلمتين وفي النهاية يتوافق على القرار أو ما يتوافقش طبعا ده بياخد فترة لكن مركزية القرارات في الدول اللي نظامها مختلف عن النظام الديمقراطي يعني اللي أرى منكم هي أعرف أنه فيه أكتر من نظام للحكم فطبعا إحنا وبنشوفش غير السيء في كل نظام وعلى حسب الحالة اللي إحنا فيها يعني لو إحنا تحت النظام قمعي حنوض نبص للنظام الديمقراطي ونقول الله وده حلو والنظام الديمقراطي دلوقتي بيقولوا يا ريت الدولة يعني بقى فيه ناس بتنادي وتطلع لرئيس الوزراء الكندي أو لرئيس الأمريكي أرجوك إقفل البلد أرجوك إقفل البلد زي ما عملت الصين بس محدش فيهم قادر ياخد القرار ده لأن فيه دورة معينة لازم يدخل فيها ويجيب موافقات معينة وده يدخلني بقى على النقطة التانية سلطة رأس المال لأن في دول زي الصين القرارات مركزية وما فيش تكتلات رأس مالية فسهل جدا جدا أن الدولة تاخد أي قرارات واتطبقها وهو كده بالجزمة ومش هتفتحه بققه في الدول التانية غير أن القرار لازم له سايكل معينة يمشي فيها فيه ثقل كبير قوي 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 للشركات التقيلة للمؤسسات المالية العملاقة للقطاع البنكي للكلام ده كله وكل مرشح بيبقى خايف خايف من أنه لا ينال رضا هذه المؤسسات ورؤوس الأموال دي عشان مش هيدعموه بالتبرعات عشان الحملات الانتخابية بتاعته والكلام ده كله فطبعا البيزنس مش ممكن هيقبل أن البيزنس بتاعه يتقفل يعني لا ما ينفعش النقطة التالتة بقى هي أن التاريخ يعيد نفسه يعني هذه المنطقة هذا العرق اللي هو فيه الصين وخون كونجو والجانب ده واللي هو العرق الأصفر زي ما بنقول أولاً أعدادهم كبيرة جداً 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 على طول الزمن على طول الزمن كانت أعدادهم كبيرة جداً 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 وكانوا عرضة لحروب وحاجات زي كده ومن ضمنها مجاعات يعني أنا عديت من سنة تمنمية وخمسين تقريباً ميلادية لغاية النهاردة عدوا في أربعتاشر مجاعة مجاعة من اللي هي المجاعات التقيلة واللي ممكن استمرت لكذا سنة فبقوا بيأكلوا الأخضر واليابسوا بيأكلوا أي حاجة أي حاجة بتمشي بتدب على الأرض بيأكلوها فدخل لهم أرض أكتر لتفشي أوبئة معينة وأمراض معينة وللأسف كل الأوبئة اللي حصلت في العالم كانوا هم مصدرها حتى اللي هو الطعون الكبير اللي موت ناس كتير قوي قوي في أوروبا في السنة ستمية وحاجة أعتقد ستمية حاجة وسبعين أو ستمية حاجة وخمسين كان بردو جاي من هونغ كونج والحتة دي فعشان الأوبئة دي عدت عليه وفي العصر الحديث عايز أقول لكم مثلا أمفلوانزة الخنازير وأمفلوانزة الطيور وسارس دول كلهم حصلوا هناك و2003 كان فيه سارس وسارس ده بدأ ينتشر بس أعتقد ما تعالنش أنه هو يبقى بانديمج أنه هو جائحة هو وباء فأورادي هم عندهم عندهم الكتيبات عندهم البروتوكولات الطبية عندهم والحاجات اللي هم محتاجين يطبقوها في حالة ما حصل وباء فهما أورادي فالتاريخ عندهم بيعيد نفسه أول ما تحصل حاجة تشيل كلمة سارس حط بدلها كوفيد 19 خلاص يعني امشي بقى في السكة شوف إيه هي الأعراض الجديدة تشيل الأعراض القديمة بتاعت الوباء دو حط الأعراض الجديدة الدكاترة أورادي متعلمين عصره الكلام ده وإحنا بنتكلم على 2003 يعني مش مثلا زي الأمفلوانزة الأسبانية مثلا اللي هي في 1918 ما حدش أساسا عايش عصرها فلإن الطريق التاريخ يعيد نفسه فده خلاهم بقى يدخلوا في النقطة اللي بعد كده اللي هي سرعة الاستجابة الناس اللي عصرت زلزال التسعينات وشافته لو حصل لقدر الله زلزال دلوقتي حيبقى عندهم سرعة استجابة أكتر بكتير جدا جدا من الأمور من اللي ما شافش خالص اللي حصل في التسعينات إيه تاني اللي عمل أفصد حاجة اللي عمل حادثة عربية الحادثة التانية بيبقى عارف وبيبقى إيه اللي حصل وإيه اللي مش عارف إيه وإنت كذا وإنت كذا وحددفع وإيه اللي مش حدددفع طب يعده البوليس حدده كذا ويعرف يتصرف في الأمر فلما بتعدي علينا مشكلة وتعدي مرة تانية سرعة استجابتنا لها بتبقى أعلى بكتير أوي 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 هو ده اللي حصل عندهم النقطة اللي بعد كده اللي هي الخمسة هو توفر الإمكانيات المالية والبشرية الصين عندها أكبر فائد احتياطي من الدولارات ومن البترول ومن الخمات ومن كل حاجة عندهم وده غير إنهم من ألفين وخمسة اعتمدوا ما يسمى بالسايكل إيقانومي يعني اللي هو ما فيش حاجة تطلع البلد وتخرج منها كويست كهدر كله يدخل ويتدور ويخش حتى الزبالة نحرقها ونطلع منها طاقة كله كله شغال فزيتنا في دقيقنا زي ما بيقولهم أجيب من برقة أجيب تاني من برقة أستورد جلود أستورد بترول أستورد كذا أستورد كذا أستورد كذا بس حتى لو وقفت هذا الاستيراد اللي جايلي من برقة أنا قراري عندي جوة البلد مخزون كافي من كل حاجة تقريبا ومخزون كافي من العملة الصعبة ومخزون كافي من الطاقة عشان لو احتاجت أدور طاقة وكل الكلام ده كله حاجة تانية الإمكانيات البشرية أنا اشتغلت معاهم ودرست معاهم وسفرت معاهم هذا الشعب مش ذكي مش هقولكو يعني أنه هو خارق وبيفهمه وهو طايرة بفهمه وهي طايرة لا لكن في حاجة تانية بقى ممكن مش موجودة في شعوب كتيرة إنه هو دقوب دقوب ممكن يعود يشتغل على الأمر ساعات طويلة لغاية مما يقع من التعب وما يتوقفش إلا إذا أجبر على التوقف ودي أنا شفتها قلتلكم أنا اشتغلت معاهم ودرست معاهم درسولي ودرست لهم وكانوا زميلي وسفرت معاهم واستفر معاهم بقى ده اللي بيين لي حاجات كتيرة قوي 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 يمكن ما شفتهاش قبل كده لما اشتغلت معاهم أو درست معاهم عملنا رحلة لمدة 25 يوم عدينا فيها على بلاد وأماكن كتيرة في 25 يوم دول زرنا 18 مدينة 18 مدينة مختلفة فكان لازم السيستم بتاع الرحلة يبقى سريع جدا 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 والانضباط فيه يكون عالي جدا 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 ودي بقى النقطة الأخيرة وهي الالتزام والانضباط اللي عندهم كانوا يقولوا لنا مثلا إن الفطار من الساعة 6 للساعة 7 يعني ما تروحش الساعة 7 عشان تفتر لو هتروح 7 اللي الربع هو ربع ساعة بس اللي قدامك لأن 7 وربع لازم الباس يكون متحرك ونكون حطين كل شوناتنا ونكون مجهزين كل حاجتنا عشان 7 وربع بالدقيقة لازم نتحرك لأن لو ممشناش 7 وربع مش هنوصل المكان اللي احنا رايحينه الساعة 10 مثلا عشان فيه تور معينة هتبتدي الساعة 10 أو فيه مركب معينة هنركبها الساعة 10 أو هكذا أنا لا أخفيكم أنا برضو في الانضباط أنا برضو مصرية يعني برضو في النهاية فالولاد كانوا يصحوا الصبح ويجهزوا ويزبطوا حالتهم حالهم والساعة 6 يبقوا رايحين فعلا وقفين في الطبور قدام المطعم بتاع الفطار عشان يدخلوا يفتروا أنا كنت بصحة بينهم الساعة 6 تدي يزبط نفسي ويبقى في المطعم الساعة 7 إلا ربع ويأخذ من هنا وبأخذ من هنا وبألمة قدامي وبعمل وممكن راح عامل ساندويتش وأكله وأنا ماشية في الشارع والكلام ده كله فبقى الولاد بسألهم في غيري لا يا ماما الساعة 6 كل الناس موجودين ما عدا إحنا وأسرة تانية هندية ناخد راحتنا فالساعة 6 كلهم وقفين وجهزين ولبسين ومجهزين حاجتهم وموادين شنطهم عند البعث عشان يتحط في مخازن البعث عشان لما نيجي نمشي ومنضبطين لما مثلا ننزل في عندنا مثلا جولة حرة وننزل نروح يمين وشمال ونتفرج على ده وفي منطقة سياحية أو حاجة آخر ناس يوصلوا للباس هو أحنا فالالتزام والانضباط عندهم عالي جدا 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 هتبص تلاقي قالولهم مثلا الناس اللي رجبة من المحطة الفلانية ما تنزلش في المحطة التانية بيلتزموا تلاقي مثلا واحد بس اللي ما التزمش ويروحوا البوليس جايبينه حتى كان فيه فيديوهات على الفيسبوك بالحاجات دي فالالتزام والانضباط والامتسال للقوانين لأنهم عارفين القوانين دي محطوطة لسبب معين مبارح أنا شفت حاجة يعني دايقتني جدا جدا كافي في عمارة عاملين له مدخل له مدخل من الشقة اللي فوقيه فالشباب بيدخلوا بيدخلوا الشقة وينزلوا على الكافي أنا متأكدة ان الكافي دا كان فيه حاجة مش مضبوطة يعني ما هالناس مش هتخترق وتنزل وتعمل لمجرد يعني دوم يروح يعودوا في القهوة يشربوا نس كافي وموكاتشينو ويلعبوا كوتشينو دومانو لا أكيد فيه حاجة مش مضبوطة هي اللي خلت هذا الشباب انه يرسك يغامر ويروح ويدخل بهذه الطريقة المتخفية ويعمل الكلام دا فاللي توعي اللي تلتزام اللي تانضباط لأن احنا من زمان قوي 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 نتعامل مع القوانين على انها حاجة محطوطة علينا بالجزمة مش عارف ايه ويبقى فرحانين كنت بتكلم مع بابايا بيقول لي ايام الغارات في 56 و67 والسنين دي اللي هي سنين الحرب اللي عدت قال لي احنا كنا الشباب كنا لما يقولوا غارة وكل واحد يقعد في بيته وطفوا النور والكلام دا كله كنا بتهور وعن تريت الشباب لا احنا هننزل نمشي في الشارع لا احنا هننزل بقى نقعد قدام البيت لا احنا مش عارف ايه فقال لي ايوة كان بيحصل الكلام دا وكنا مش مدركين يعني هو هيحصل ايه بس وكان بالنسبة لنا كأنه مغامرة لكنها مغامرة طبعا كانت غير محسوبة لان الانوار ما فيه طيارات في الغارة دية لو شافت الانوار بتلقي عليها القنابل بتاعتها فقال لي تا كان فيه ناس بيفتكروا ان دي شجاعة وان دي عنتارية وان دي كذا وان دا كذا فهم دول الست حاجات اللي اعتقد توفرت للصين فنجحت فيه ما فشلت فيه اوروبا وامريكا وربنا يسطر على كندا وربنا يسطر على مصر اول حاجة مركزية القرارات ان مفيش سلطة راس المال عشان تأثر على القرارات دية وان التاريخ يعيد نفسه ان عدت عليهم اوبئة كتير فبقى عندهم النوحة وبقى عندهم المعرفة ازاي يتعاملوا معاها وتوافر الامكانيات البشرية والمادية طبعا الالتزام والانضباط وسرعة الاستجابة لللي حصل طيب احنا عندنا هنا من غير مطول عليكم احنا عندنا في بلادنا للأسف في حاجات اهمها الالتزام والانضباط اعتقد اعتقد ان دا الوقت اللي يبان فيه فعلا معادن الشعوب من زكائها وفطرتها وحكمتها مش لازم نبقى اكثر الناس تعليما لكن الحكمة الحكمة مش محتاجة شهادة الحكمة مش محتاجة الناس بالتعليم شديدة الحكمة هو ان احنا نعرف الفرق الفرق من ان انا اتجاوز القرارات وانزل واقول ايه يعني انا همني ايه واصاب بعدوة حتى لو ما بانيتش علي حتى لو ما ظهرتش علي عشان انا صحتي كويسة ما انا ممكن انقلها الابوية ولا ممكن انقلها الابني ولا ممكن انقلها الامراطي الحامل ولا ممكن انقلها لجاري العجوز ولا ممكن انقلها لاي حد عنده مشكلة صحية هتأثر عليه انت عايز تبقى كده بدل ما تبقى حامل للخير تبقى حامل للشر الحاجة التانية كمان ما تاخدش فوق الاحتياجات بتاعتك ما تخافوش ان الامور هتشح وان الامور مش هتبقى موجودة والكلام ده كله ناخد بالعقل وناخد بالاعتدال وناخد بالمظبوط انا عندي رقم سحري هنا في البيت بتاعي اللي هو اربعة لما بنزل اجيب من اي حاجة بجيب اربعة من هذا الشيء لو ملقتش على الرف غير اربعة ما باخدهمش باخد اتنين بس بقول مش مشكلة كل اتنين يتقسموا في الشيء دو في الحاجة دي اعتقد ان دي محنة وهتعدي والحياة لنت توقف بس مين بقى اللي هيخرج من هذه المحنة سالما غانما هو ده السؤال النهاردة اخر حاجة النهاردة هاخدكم كده معايا واوريكم بعض الحاجات اللي انا بعملها خلال اليوم عشان اقضي الوقت مش لازم الحاجات اللي انا بعملها انتوا تعملوها ولكن يا مجرد افكار ازاي ان احنا نقضي الوقت الطويل ده وبدل ما نبقى زهانين وارفانين والناس تطلع تقول خلاص انها زهقت وتعبت والكلام ده كله فحاخدكم معايا خلال اليوم اواريكم لمحات كده لمحات مقتطفة من اللي انا بعمله خلال اليوم اشوفكم بعد شوي اشوفكم على زهات命 اشوفكم اشوفكم علينا وكونوا بسمك будете موت بس مكتبي مش مريح عشان مليان حاجات لكن هنا اعتقد ان هي متوانسة متوانسة بك اشتركوا في القناة موسيقى